السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة خبراء اللغة الانجليزية النهاردة ان شاء الله هناخد فيديو تعريفي عن حروف اللغة الانجليزية اصل حروف اللغة الانجليزية وكيفية نطقها وتكوينها واقسمها المختلفة ودورها في تكوين اللغة الانجليزية نبدأ مع بعض على طول كده نقول ما هي الحروف الانجليزية الحروف الانجليزية هي الابجدية الانجليزية التي تكون كلمات اللغة الانجليزية يعني الحروف هي بكون كلمات والكلمات هي بتكون الجمل وهي العنصر الاساسي في تكوين الكلمة والتي يمكن تعديلها الى الاسم او الفعل او الصفة ويمكن ايضا عن طريق حروف اللغة تكوين الازمنة في اللغة الانجليزية بوضع حروف اضافية للافعال لتكون في المضارع او الماضي يعني الحروف هي اللي بتكون الاسم بتغيير بسيط في شكل الحروف ممكن تحصل على اسم او فعل او صفة وممكن كمان تضيف بعض الحروف في نهاية الفعل فتحصل على زمن مضارع او ماضي او مستقبل وما الى ذلك الحروف الانجليزية زي ما قلنا بتكون الاسماء مثال والحروف الانجليزية تتكون منها الافعال مثال وايضا تتكون منها الصفات مثال طبعا صفات اللغة الانجليزية وايضا يمكن زيادة بعض الحروف لتكوين الجمع او الماضي او المضارع المستمر مثال بوك حطنا لقس باية بوكس بويز جمع بلايد لعبة في الماضي وانتد ارادة في الماضي سويمينج السباحة بنحط ing جوينج اللي هو اذهب بنحط ing طيب حروف الانجليزية القديمة تطورت تطور كبير عن الشكل القديم لان كانت الحروف حروف لاتينية في اي لغة تتطور الحروف تطورا كبيرا على مرور السنوات ولهذا لم تكن حروف الانجليزية القديمة موجودة بشكلها الحالي ولكن كانت حروف لاتينية بشكل قريب من الحروف الموجودة حاليا يعني الشكل الرسومات او رسمة الحرف قريبة من الموجود حاليا والمعروف ان اللغة اللاتينية هي اصل جميع اللغات الاوروبية مثل الالمانية والفرنسية وغيرها يعني اللغة اللاتينية هي اللغة الام لمعظم لغات اوروبا الحروف الانجليزية الحديثة هي الحروف التي نعرفها بشكلها الحالي اللي هم 26 حرف واصلهم زي ما قلنا من اللغة اللاتينية وديهم شكلين في الكتابة الكابيتل الشكل الكبير وسمول او شكل صغير ويختلف شكل الحروف الانجليزية حسب نوع وحجم القط مثلا الشكل الكبير الكابيتل لحروف اللغة الانجليزية بيبقى شكل كبير معظم الزوايا فيه بتبقى يعني زوايا حدة خلاص معدى بعض الحروف يعني مثلا اي بي c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z z z هتلاحظ ان مثلا حرف ال a الزوايا فيه حدة هو عبارة عن خطين تمام بيمثله يعني مسلس كده نقص الاضلاع وضلع في النص المسلس تمام هتلاقي مثلا ان حرف ال f وال e تمام عبارةها برضو عن اه زوايا قايمة تمام اه ال h برضو عبارة عن زوايا قايمة ال i k ال l m ال n وهكذا الغالبية العظمة مثلا ال t وال v وال w وال x وال z تمام عبارة عن زوايا قايمة وبعض الحروف فقط اللي انت بتحتاج تلف الحرف زي c وال d وال g وال o وال q تمام وهكذا اما الشكل الصغير فالشكل الصغير اه يعني العكس يعتبر اه اه الزوايا القايمة او الحد فيه قليلة خالص معظم ال الرسم بتاع الشكل ده بيبقى عبارة عن اه رسم بيعتمد على اه الدايرة او نص الدايرة تمام تمام زي ال a وال b وال c وال d اه وال e تمام وال ال n وال o وال b وال q حاجات كتير جدا بتتخلى عن فكرة الزوايا القايمة الحد ده وبالتالي الشكل بيطلع صغير وبتطلع الرسمة بتقدر طبعا تقدر تشكل في الحروف الكابتل او السمول بخطوط مختلفة تمام ولكن افضلهم طبعا اه حروف السمول لانها بتقدر تتشكل بشكل اسهل عشان عدم وجود الزوايا لحد امثلة على الخطوط الانجليزية طبعا بنقول قديما قبل اختراع الكمبيوتر كان فيه طبعا الالة الكاتبة زي ما كننا عارفين طبعا الالة الكاتبة دي كان ليها عبارة انجليزية كده بتجمع كل حروف اللغة الانجليزية لو قدرت الالة الكاتبة تكتب العبارة دي اه بشكل كامل يبقى اذا كل حروف او زراير الالة الكاتبة شغالة العبارة بتقول اه يعني التعلى بالبني السريع بيقفز فوق الكلب الكسول على كده نشوف العبارة دي مكتوبة بكاذا خط من خطوط اللغة الانجليزية شوف معايا كده The quick brown fox jumps over the lazy dog مكتوبة تاني بخط تاني تلاحظ في الخط التاني ده تمام ان الحروف في بعض الحروف لها رسومات لطيفة كده ال w مسلا طلع منه حتة كده لفوق تمام اه ال a برضو شكلها اه مختلف تمام ال g وهكذا في الخط التالت تلاحظ ان الخط اصغر شوية نفس العبارة ما اخدتش مساحة خالص اه الحروف كلها متصلة ببعض تمام اه الخط الرابع برضو نفس الموضوع اه اكبر شوية اه شوفوا شكل ال t عامل ازاي تمام اه وال j في الخط الخامس يعتبر خط واضح زي ما انتم شايفين في الخط السادس يعتبر خط اكبر والحروف اكبر طبعا اه انواع الخطوط دي بتثبت لنا ان مساحة الاحرف وطرية كتابتها بتختلف من نوع خط التاني وبالتالي لو انت عايش تتعلم الكتابة بالحروف الانجليزية ممكن تتعلم باي خط من دول وهتلاح خطك جميل جدا 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 طب كده احنا استعرضنا طريقة كتابة حروف اللغة الانجليزية دلوقتي تعالوا نعرف طريقة نطق الحروف في اللغة الانجليزية احنا كنا نطقناهم بسرعة ولكن عايزين نعرف بقى طريقة نطق الحروف وتقسيم الحروف تنقسم الحروف الابجادية في اللغة الانجليزية من حيث اصواتها الى الحروف الساكنة الحروف الساكنة نقولهم مع بعض كده و تسمى الحروف الساكنة بذلك الاسم لانها تسكن عندما تنطق في منطقة معينة من الجهاز الصوتي والذي يتكون من الاسنان واللسان والحلق والحنجرة يعني الفم باللسان بالحلق والحنجرة ده طبعا مكان من خارج الاسوات في اي لغة و ده تخيل عشان نعرف نطق الحرف الساكن ده ان احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن طريق عملية الزفير ما فيش حد يقدر يتكلم هو بياخد نفسه انت بتتكلم عن طريق عملية الزفير و بيسكن الصوت لان فيه حاجة بتغلق على الهوى الخارج في عملية الزفير ده سواء اللسان، سواء السنان، سواء الشفايف وهكذا مثلا نجرب لفظ صوت حرف الأم عند نطق حرف الأم فإن الهواء يسكن عندما تغلق الشفاة لإخراج صوت الأم جرب الآن م.. هتلاحظ ايه أن انا فم مغلق والهوى اغلق عليه المصار بتاعه تمام يعني اذا انت عملت ام كده فهتلاحظ ان الشفاف افلت خالص تمام والهوى حصل له اعقى عشان كده يسمى الحرف ده ساكن لانه السكن او وقف في مكان قبل ما يخرج خارج الفم مثال اخر نجرب نطق حرف البي عند نطق حرف البي نلاحظ ان الهوى ايضا يتم اعقته عند الشفاء ويمكن كأن تجرب وتكون سبتلاحظ ان الشفتين اغلقته ايضا على الهوى ايضا ده يسمى حرف ساكن ولذلك باقي الحروف دي بيحصل لها اعاقة في مكان في داخل الفم سواء بالاسنان او باللسان او باللسان مع سقف الحلق او اللسان مع الاسنان او الشفاف ولذلك تسمى الحروف الساكنة الناس كتب سألك ايه الفرق يعني ايه ساكن يعني ايه متحرك النوع التاني هي الحروف المتحركة وهي الحروف التي لا تتم اعاقة الهواء الخارج من الحنجرة في عملية الزفير ولكن يتم تشكيله وعلى هذا فان تلك الحروف تعتبر حروف لتشكيل الحروف الساكنة بالمد او الضم او الكسر مثل اللغة العربية يعني حروف المتحركة الاي اي 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 او هي حروف ما بتتمش فيها عقد الهواء خالص ولكن الشفايف بتتحرك بشكل معين تمام اا واللسان ايه برضو بتحرك بشكل معين اا علشان يطلع علينا تشكيل اللغة الانجليزية التشكيل ده افكر فيه زي الضمة اا او الواو او الالف المد او الفتحة او الكسرة والياء اللي هو علشان اي لغة اصلا تقدر تمدها او تفتحها او تكسرها محتاج حروف اا متحركة او حروف العلة او زي ما احنا بنقول العربي عندنا كده ايه اا التشكيل والمد والضم والكسر خلاص اا تعالى نجرب مسلا حرف الاو لما تجرب حرف الاو هتلاحظ ان الهواء بيخرج من الحنجرة في عاملية الزفير ما فيش اعقوة خالص للهواء ولكن الشفايف بتتحرك في ودع دائري خلاص لكي يخرج الصوت او مثل الضمة في اللغة العربية تمام هتقول او 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 هتلاق خلاص هتلاحظ ان شفايفك اتضمت على بعض كده وعملت شكل دائري عشان يطلع الصوت مضموم خلاص مثال كوك لوك طاب بوك بون تمام لاحظ كده وانت الكلمات دي مرة اخرى هتلاحظ ان الكلمات مضمومة اا عن طريق حرف الاو مثال تجربة حرف اا نطق حرف الايه ازا جربنا نطق حرف الايه هنجد ان الهواء يخرج من الحنجرة ويقوم اللسان وبالتحديد الجزء الخلفي بالارتفاع اثناء خروج الهواء ليشكل صوت الحرف ايه يعمل ستقول ايه ايه تمام على هذا يكون الحرف ايه مد للحرف الساكن اللي قابله مثل الف المد او الفتحة في العربية مثال كار انت كا كا وبعدين افتح وراها كار ست اخر حاجة تي بعدها فتحة ستار فار باب كان ران فان وتتركب كلمات اللغة الانجليزية من الحروف السكنة والحروف المتحركة بحيس يجب ان تحتوي الكلمة الانجليزية على حرف واحد متحرك على الاقل ولذلك يمكن ان اقول انه لا توجد كلمة في اللغة الانجليزية ليس بها حرف متحرك استحالة تلاقي كلمة مفيهاش ايه او اي او اي او 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 يو مثال جود فعندك الاو او باك عندك ايه ابل ايه في الاول ايه في الاخر سي دابل ايه بارك في ايه فاملي عندك ايه واي 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 كوك او او ريد اي ايه جو او طيب ساعات الناس تقول طب كلمة تراي وفراي وسكاي وستادي وحابي حابي دول ما فيهمش حرف متحركة انت قلت الحرف متحركة ايه واي 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 واو ويو تمام دول ما فيهمش نقولك لا الواي هنا في اخر الكلمة تعامل كأنها حرف متحرك تمام يعني تراي تحس ان الواي كي شبه الاي فراي سكاي ستادي تحسها شبه الاي هابي هوبي اذا الواي في الاخر حرف متحرك ولكن في البداية حرف ساكن يعني مثلا زي يو الواي في الاول تبقى حرف ساكن في الاخر تبقى حرف متحركة تمام اه كده احنا فهمنا ان حروف الانجليزي هي اللي بتكون الكلمات وفيه طرق كتير لتركيب الكلمات باستخدام الحروف اه تعالوا دلوقتي نشوف بعض نطق اه الحروف مثلا عندي السي بيونطق سي او كي سي اه كي كمسال كار كوك وكان وكات وكلينيك وينطق سي مثلا سينيما سيتي فيس راي نايس اند رايس تمام يونطق حرف التي اتش ث او ز تمام مسال عانوطكوه ث ثانك ثينك ثري ثين ان ثيرتي مسال عانوطكو ذ تمام فاظر المفروض دي اللي هي حرف ذ ده خلاص اه فاظر ماذر بروذر ذان ذان خلاص كده احنا خلصنا اذا استفدتم من الفيديو اه تسوموا انتعليق اسفل اه الفيديو نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر مع تعلم اللغة الانجليزية مع مستر احمد حلمي نشوفكم على خير ان شاء الله وي سلام عليكم